قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن رفضه إجراء مفاوضات تنائية مع الولايات المتحدة مسألة مبدئية وفي كلمة له أمام البرلماء هدد روحاني بتخفيض التزامات بلاده بالاتفاق النووي إذا لم يتم التوصل إلى أي نتيجة في المفاوضات بهذا الشأن مع الطرف الأوروبي بحلول يوم الخميس تراوح الأزمة الإيرانية مكانها وسط ضبابية وتساولات حول وجود حلحالة وخلاف داخلي إيراني في خطاب ألقاه أمام البرلمان اليوم أطل الرئيس الإيراني حسن روحاني في محاولة لتبديد هذه الضبابية وكذا عدم التواصل حتى الآن إلى اتفاق مع الأوروبيين ونافيا أن تكون هناك موافقة على إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي ربما كان هناك سؤوفه قلناها مرارا لا يوجد قرار بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة لم يعد مهما أن تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي أم لا المهم أن ترفع عقوباتها فقط حينها يمكن الحديث معهم في إطار دول خمسة زائد واحد كما فعلنا مسبقا يقد الجهود الدبلماسية الأوروبية لوساط الرئيس الفرنسي منويل ماكرون وإن كان ذلك بشكل غير رسمي جهود تجسدت آخر فصولها في قيمة السبع الكبار في فرنسا والتي حضر مكانا عقادها وزير الخارجي الإيراني محمد جوازريف آخر العروض التي اقترحها ماكرون تمثلت في تقديم خط ائتمان لإيران بالقيمة خمسة عشر مليار دولار مقابل التزامها الكامل بالاتفاقية النووية الصحف الغربية قالت إن ظريف أبدى استعداده لدراسة الفكرة ما أثار غضب الطيار المحافظ في إيران والذي يمثله الحرس الثوري اليوم توضح جميع الطيارات في إيران موقفها وهو ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها قبل كل شيء في حال عدم حدوث اختراقة هذين اليومين تعتزم إيران البدأ في المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاقية النووية بعد ان اجتازت الحد المسموح به من إنتاج الإيراني من مخصب والماء ثقيل مصادر إيرانية تتوقع أن تتمثل المرحلة الجديدة في زيادة عدد أجزة الطرد المركزي لمن يزيد عن خمسة ألاف وستين جهازاً ورفع التخصيب إلى أكثر من أربعة ونصف بالمئة إلى جانب تطوير منشأة أخرى ذات العلاقة بالطاقة النووية